واهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر كلنا عارفين ان مرض السكر ليه مضاعفات كتير لو ما تحكمناش في السكر وما زبطناش مستوياته ممكن يعمل مشاكل كتير في الجسم من ضمن مضاعفات السكر على الاوعية الدموية نوعين من المضاعفات في حاجة اسمها ماكرو فاسكولر كومبوليكيشنز يعني تأثير مرض السكر ده على الاوعية الدموية كبيرة الحجم ماكرو ماكرو يعني كبير شوية ونقصد بيها زيادة نسبة حدوث الاما اي اللي هي جلطات القلب مثلا ستروك اللي هي نزيف او جلطات في المخ وهكذا يبقى اول نوع اسمه ماكرو فاسكولر كومبوليكيشنز ودي ممكن نبقى نعمل عنها حلقة بعد كده النوع التاني من المضاعفات اسمه مايكرو فاسكولر كومبوليكيشنز مايكرو يعني دقيق اوعية دموية دقيقة ونقصد بيها ثلاث حاجات بالزبط المايكرو فاسكولر ثلاث حاجات يا اما ديابتك نيروباثي اللي هو تأثير مرض السكر على الاعصاب العيان يجيلو شكشكة وحرقان في ايديه وفي رجليه يجيلو فقدان للاحساس مثلا برجليه يجيلو مثلا مشاكل في القدرة الجنسية والحاجات دي ودي عملنا عنها حلقة قبل كده تقدر تشوفها هسيب لك الرابط بتاعها تحت النوع التاني اسمه ديابتك ريتنوباثي يعني تأثير مرض السكر على العين وعلى الابصار ودي ممكن نبقى نعمل عنها حلقة والنوع التالت اللي هو بقى ديابتك نيفروباثي اللي هو تأثير مرض السكر على الكلا وهي دي حلقتنا النهاردة وهنعرف مع بعض ازاي نشخصها وازاي نتعامل معاها وازاي نتابع العيان بتاعنا وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو الشخص اللي عنده مرض سكر ومش مزبط مستويات السكر ومش بتابع باستمرار ممكن مرض السكر يأثر على الاوعية الدموية الدقيقة بتاعة الكلا ويأثر على التركيب الوظيفي للكلا ويأثر على وظائف الكلا يبدأ يحصل بروتينوريا يعني العيان يفقد بروتينات كتير في البول مشكلة في الكلا تخلي البروتين ينزل في البول ومع الوقت يحصل تبهور في وظائف الكلا وقد ينتهي الامر الى فشل كلاوي لو المريض كان مريض سكر من النوع الاول فغالبا الحاجات دي ما بتحصلش غير بعد 10-15-20 سنة من التشخيص وعشان كده التوصيات بتقول ان لو مريض سكر نوع اول نبدأ ندور وراه على الحاجات دي بعد 10 سنين من بداية تشخيصه اما لو مريض سكر من النوع التاني اللي هو غالبا يعني بيجي في كبار السن فممكن تيجي تشخصه مريض سكر وتكون بدأت وظائف الكلا يحصل فيها مشكلة بالفعل وقت التشخيص وعشان كده برضو التوصيات بتقول ان احنا لو مريض سكر من النوع التاني لسه متشخص المفروض نعمل مع التحاليل والفحوصات اللي ندور بيها على الدياباتيك نفروباثي او مشاكل السكر على الكلا وبالمناسبة التشخيص المبكر دي حاجة مهمة جدا التشخيص المبكر والعلاج المبكر ممكن يوقف تدهور الحالة نوقف التدهور لحد كده العيان ما يدخلش في مراحل متأخرة ولو كان العيان لسه في المراحل الاولى خالص في لسه في البداية ممكن نرجعه للطبيعي كمان يعني لو كان لسه الباثولوجي مش كتير او المشكلة مش كبيرة لسه في البدايات خالص ممكن العيان يرجع طبيعي لكن هنقول على اسوأ الظروف نوقف الموضوع عند كده الموضوع ما يدهورش اكتر من كده ووظائف الكلا ما تدهورش اكتر من كده بالعلاج لو جينا نعرف ايه هي العوامل المساعدة او عوامل الخطر اللي ممكن تعرض الشخص ان يجيله ديابيتك نفروبتي او ان مرض السكر يأثر على الكلا عوامل الخطر رقم واحد طبعا العيان سكره مش متزبط عنده سكر ومش مزبط سكره ده اول حاجة رقم اتنين مرض الضغط برضو بيساعد في حدوث الديابيتك نفروبتي رقم تلاتة التدخين السمنة زيادة الدهون والكوليسترول والدهون الثلاثية والحاجات دي في الدم لو في فاميلي هستري او تاريخ مرضي في العيلة لامراض القلب والقوعية الدموية وكمان بيقولوا ان الجينات لها دور شوية موسيقى ولو جينا نتكلم على الاعراض فطبعا العيان ممكن يجي بدون اي اعراض احنا عارفين اصلا مشاكل الكلا قد تكون في البداية بدون اعراض والحد العيان ما يوصل لمرحلة متأخرة ما يكونش عنده اي اعراض وعشان كده احنا لازم ندور عليها الاول حتى لو ما فيش اي اعراض زي ما قلتلك لكن لو الحالة اتطورت والبروتينوريا او البروتين اللي بينزل في البول ده زاد وحالة الكلا ووظائف الكلا تدهورت العيان ممكن يجي يشتكي ان البول بتاعه فيه رغاوي ممكن يشتكي بقى بزيادة التعب زيادة عن اللزوم ممكن رجليه اللي اتنين يورموا نتيجة نقص القلب ومين في الدم ممكن يكون معايا مشاكل اخرى بسبب مرض السكر او مشاكل الاوعية الدموية عنده مثلا كرحة في رجله مش بتخف مثلا يكون عنده مشاكل تانية في العين دايابتك ريتنوباثي حصلت عنده مشاكل دايابتك نيروباثي اللي هي مشاكل الاعصاب اللي قلنا عليها يعني هيديلك اعراض اخرى نتيجة السكر ومشاكله ودلوقتي نتكلم على الفحوصات هنعمل ايه للعيان عشان نشوف هل عنده دايابتك نفروباثي ولا لا ونشخصها ازاي ونعرفها ازاي اولا في موضوع مهم اسمه التحاليل الدورية لمريض السكر يعني لو جالك عيان عنده مرض السكر وبيتابع معاك في العيادة ايه هي التحاليل الدورية اللي يعملها بشكل منتظم حتى لو ما عندوش اي مشاكل وما عندوش اي اعراض لازم تعملها وتطمن عليه ودي هنعملها حلقة ان شاء الله لكن خلينا في موضوعنا احنا دلوقتي بنتكلم على دايابتك نفروباثي على مشاكل السكر على الكلا اول تحليل في حاجة اسمها 24 hour urinary يوريا كرياتينين بروتين يعني العيان بيجمع بول على مدار 24 ساعة وبنقيز في البول ده كمية الكرياتينين وكمية البروتين وكمية اليوريا وعلى اساسه بنقدر نشوف فيه بروتينوريا قد ايه العيان بيطلع بروتين قد ايه زيادة على الطبيعي ولا طبيعي وبنقدر نحسب ال GFR اللي هي قدرة الكلا على الفلترة من هذا التحليل لكن التحليل ده مش عملي شوية العيان بيغلط في تجميع البول لازم يبقى معاه الكنتينر اللي هيجمع في البول وطول النهار يجمع بول يعني الموضوع مش عملي شوية لكن فيه تحليل احسن دلوقتي هنتكلم عنها زي مثلا تحليل اللي هو البيومين كرياتينين ريشيو دي عينة بول واحدة بس مش هيجمع بول طول النهار ولا حاجة هي عينة واحدة بس وبنشوف فيها كمية الالبيومين لكمية الكرياتينين والتحليل ده مهم جدا بيعرفك العيان هل هو طبيعي مفيش بروتينوريا خالص يعني طبيعي التحليل بيطلع اقل من 30 ولا العيان عنده مايكروالبيومينوريا يعني بينزل البيومين بكميات قليلة لسه مش كميات كبيرة لو التحليل طلع من 30 ل300 او العيان عنده ماكروبروتينوريا ماكروبروتينوريا يعني خلاص بقى كمية البروتين كتير ودي لو طلعت النتيجة اكتر من 300 فالتحليل ده مهم جدا ACR البيومين كرياتينين ريشيو وده من ضمن التحليل الدورية اللي ممكن نطلبها لمريض السكر عشان نتطمن عليه يعني مريض السكر ممكن نطلب منه ان يعمل التحليل ده يوريناري ACR كل سنة لو ما عندوش مشكلة والتحليل طلع طبيعي يعيده كل سنة وطبعا لو طلع فيه بروتينوريا بالفعل يعني عملنا التحليل طلع الرقم عالي سواء طلع مايكروالبيومونوريا او ماكروالبيومونوريا لازم نستبعد الاسباب الاخرى لنزول الالبيومين او البروتين ده في البول زي مثلا الانفكشن او اليوتي اي او عدوى المسالك والجهاز البولي ممكن يعمل كده فعشان كده لازم نعيد التحليل ده للتأكد بفاصل ثلاث شهور تقريبا عشان نتأكد ان دي برسيستنت البومونوريا او بريتونوريا ومافيش سبب تاني هو اللي عملها بعد كده بنعمل العيان سيرم يوريا كرياتينين ونحسب له الجي اف ار استيميتد جي اف ار او الجلومرولر فلتريشن ريت سيرم كرياتينين ويوريا المعمل بيعملهم وكمان لو طلبت منه يحسب لك الجي اف ار بيحسبه سواء بيحسبك بمعادلة بتستخدم الكرياتينين او بمعادلة بتستخدم السستاتين ايا كان المهم هو يحسب لك الجي اف ار ويقول لك النتيجة فالجي اف ار ده مهم جدا ليه بقى لانك انت لما تيجي تشوف العيان ده لازم تعرف هل عنده مايكروالبومونوريا ولا ما عندوش والجي اف ار بتاعه كام لازم نعرف الجي اف ار بتاعه كام عشان بنقسمه الى اقسام او الى مراحل فلو الجي اف ار ده طلع وقال لك ان هو التسعين او اكتر من كده فده بنقول عليه ستيج وان هو بيبقى طبيعي لو الشخص ما عندوش اي مشكلة تانية في الكلا اما لو عنده مشكلة في الكلا فبنقول عليها ان دي كيدني ديزيز او كيدني انجري يعني مثلا عيان لو عندو بولوسيستيك كيدني او عندو ستونز او عندو مايكروبروتونيريا مشكلة تانية بس الجي اف ار بتاعه كام تسعين او اكتر فبنقول عليه ستيج وان لو طلع من ستين لتسعين فده ستيج تو من تلاتين لستين فده ستيج ثري من خمستاشر لتلاتين ده ستيج فور ولو كان اقل من خمستاشر فده ستيج فايف وده معناه مور سيفير او اند ستيج رينال فاليور كمان طبعا لازم نعمل يورين اناليسيز او تحليل بول وميكروسكوبك اجزامينيشن نازم نفحص البول ده تحت الميكروسكوب عشان نستبعد اي سبب اخر يكون هو السبب وبالمناسبة الدياباتيك نفروباتي ده سلولي بروجريسيف ديزيز يعني انت لو لقيت ان عيان وظائف الكلا بتاعته بتتدهور بسرعة وكمية البروتين بتزيد بسرعة قوي لازم تفكر في سبب تاني غير الدياباتيك نفروباتي ممكن يكون العيان عنده اي مشكلة تانية غير مرض السكر هي اللي تسببت في كده وعشان كده لازم برده نعمل تحليل بول ونعمل ميكروسكوبك اجزامينيشن كويس لهذا المريض كمان ممكن نحتاج يورين اند سيرا بالكترو فروديسيز لو عايز تستبعد حاجة زي المالطبور ميلومة ان هي السبب في البروتينوريا وكمان طبعا هنحتاج نعمل للعيان ده رينالالترا ساوند يعني اشعة تلفزيونية او سونار على الكليتين على البطن والحود عموما وعلى الكليتين خصوصا وبنشوف فيهم السايز حجم الكليتين ايه وفي بداية المرض بيبقى حجم الكليتين طبيعي او يمكن حتى اكبر من الطبيعي لكن مع تدهور الحالة بنلاقي ان حجم الكليتين بيقل وبينكمشوا كمان السونار هيفدنا لو فيه مثلا ستونز حصوات او او اي مشكلة تانية في الرينال سيستم يعني كمان في حاجة اسمها رينال بايوبسي او انك تاخد عينة من الكلة ودي حاجة مش بنحتاجها كتير في الديابتك نفروباثي طالما التشخيص واضح قدامك غالبا مش بنحتاجها خالص لكن لو التشخيص مش واضح زي ما قلنا وانت شاكك في مشكلة تانية غير السكر ساعتها ممكن نحتاج نعمل رينال بايوبسي كمان ممكن تعمل للعيان بتاعك طبعا ليبت بروفيل تشوف الكوليستيرول والديون الثلاثية والLDL والحاجات دي وخلاصة التحاليل عندنا في الديابتك نفروباثي ان انت تشوف العيان الالبومين بينزل قد ايه هل هو مايكرو ألبومونوريا ولا ماكرو ألبومونوريا ولا مفيش خلاص ألبومونوريا الالبومين طبيعي وده بتحليل الاي سي ار زي ما قلنا وكمان تعرف الجي اف ار بتاع العيان بتاعك وتشوفه في ستيج كام عشان هتتابع الحاجات دي بعد كده طيب ايه هو علاج ديابتك نفروباثي عيان جايلك عنده مرض سكر وكان مش متزبط ومش ماشي كويس او مش متابع كويس او حتى كان كويس وحصل ديابتك نفروباثي هتعالجه ازاي اول حاجة في العلاج اول نقطة هي يعني انك تزبط مستوية السكر للمريض ده ودي اهم حاجة في العلاج لو العيان طيب وان بياخد انسولين تزبط جرعات انسولينه وتشوف نظام الاكل بتاعه والحركة والمجهود وكل حاجة اما لو كان العيان ده طيب تو فبرده تزبط الادوية بتاعته لو كان بياخد اورال ادوية عن طريق الفم اكراس او بياخد انسولين او اي حاجة المهم تزبط مستويات السكر بتاعته بشكل كويس وفي بعض الادوية دلوقتي لقوها مفيدة جدا في موضوع الديابتك نفروباثي اكراس زي مثلا SGLT 2 Inhibitors المجموعة دي زي الدابا الجليفلوزين والكانا جليفلوزين المجموعة دي مهمة جدا لضبط مستويات السكر من ناحية لعلاج الديابتك نفروباثي من ناحية تانية لانقاص الوزن من ناحية لحماية القلب والقوايا الدموية من ناحية مجموعة مهمة جدا ومفيدة جدا جديدة وليها مزايا كتير جدا حتى مرضى القلب ممكن نديهم المجموعة دي حتى لو ما عندهمش سكر لحماية القلب والقوايا الدموية زي الكانا جليفلوزين انفوكانا مثلا وزي الدابا جليفلوزين زي الجليفلوزينو وغيرهم عيوب المجموعة دي بس ان هي ممكن تزود نسبة حدوث UTI اللي هي عدوى المسالك البولية وان هي ممكن تكون غالية نسبيا لكن مع الوقت هترخص وهتبقى سعرها مناسب جدا كمان من عيوبها انك بتحتاج تزبط جرعاتها طبقا لدرجة الجي اف ار يعني على سبيل المثال لو بتدي للعيان بتاعك انفوكانا او كانا جليفلوزين يعني لو الجي اف ار بتاعه اكتر من ستين بتدي الجرع بتاعتك عادي لو من تلاتين لستين بتدي ميت ميلي جرام بس ما تزوجش عن كده لو اقل من تلاتين لا يفضل ان انت تديه وهكذا والمجموعة دي اصلا بتشتغل ازاي عن طريق ان هي بتزود اخراج الجلوكوز في البول بتخلي الكلا لا تمتص الجلوكوز مرة تانية تقول لها سبيه مش عايزينه فكمية الجلوكوز في البول تنزل كتيرة وكمان بتنزل السوديوم معاه فكل ده بيساعد كمان في علاج ارتفاع ضغط الدم مجموعة مهمة جدا ومفيدة جدا المجموعة التانية المهمة جدا لنفس الغرض وعلاج الدياباتيك نفروباثي والتحكم في مستويات السكر حاجة اسمها GLP-1 agonist زي الاكزيناطايد واللي راجلوطايد زي الفيكتوزا الحقان الفيكتوزا برضو مجموعة مميزة بتقلل الشهية بتقلل الوزن بتزود افراز الانسولين بتقلل افراز الجلوكاجون ليها مميزات كتير بس عبها ان هي لسه غالية شوية كمان من المجموعات الرائعة لنفس الغرض ايضا اللي هما زي سيتا جليبتين والفيلداجليبتين والخلاصة ان اول نقطة في العلاج هي التحكم في مستويات السكر باي طريقة كانت لكن الادوية اللي انا قلت عليها دي خصوصا الاس جي التي تو انهيبتورز مهمة جدا غير التحكم في مستويات السكر ان هي كمان بتعالج وتحسن الدياباتيك نفروباتي النقطة التانية في العلاج هي انك تدي للعيان بتاعك اس او اربس الاس زي الرامي بريل ليزينو بريل انيلي بريل اما الاربس زي الفالزرتان والقلمي زرتان والاربي زرتان وهكذا ودي في الاساس ادوية ضغط زي ما احنا عارفين طبعا ممنوع نديها للحوامل او المرضعات خلي بالك ممنوع في الحامل والرضاعة ومع انهم ادوية ضغط لكن لقوا انهم لهم دور كبير جدا في علاج الدياباتيك نفروباتي وعشان كده ممكن نديهم للمريض بتاعنا حتى لو هو مش مريض ضغط لو اديت للعيان بتاعك اس او اربس فلازم تقيس مستوى الكرياتينين ومستوى البوتاسيوم في بداية العلاج قبل ما تبدأ العلاج وبعد اسبوعين لان احيانا يعملوا ارتفاع في وظائف الكلا ويعملوا طبعا هيبركالميا او ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم فلازم نتابعهم مع المريض بتاعنا طبعا كان فيه كلام كتير احنا ينفع ندي اس واربس مع بعض ولا ما ينفعش هما لقوا ان احنا لما بنديهم مع بعض ليهم فوايد اكتر لكن ليهم اضرار وسايد افكتس اكتر ليهم اعراض ومشاكل اكتر فالكلام اجتمع في النهاية ان احنا ما ينفعش ندي اس واربس مع بعض النقطة التالتة في العلاج هي التحكم في ضغط الدم العيان لو ضغطه مرتفع نزبط الضغط بتاعه خصوصا بمجموعة ايه طبعا الاس والاربس لو كانت سيدة مش حامل طيب لو العيان عنده مشكلة ومش هينفع ياخد اس ولا اربس نقدر نستخدم calcium channel blockers او اي نوع اخر المهم نتحكم في ضغط الدم ولو هنستخدم diuretic او مدرات بول لازم يكون بحرص جديد عشان وظائف الكلا والperfusion بتاع الكلا النقطة الرابعة هي ادوية جديدة لسه بيجربوها وبيستخدموها حاليا للابحاث شغال عليها حاجة اسمها مثلا فينرينون ودي عبارة عن mineral corticoid receptor antagonist اعرفها كده من باب العلم بالشيء فينرونون وكمان دوية تاني اسمه افوسنتان دي ادوية جديدة اعرفها للمستقبل النقطة الخامسة في العلاج ان العيان لو عنده يوريك اسد عالي تديله ادوية تخفض مستويات اليوريك اسد بيقولوا ان التارجد بتاعنا انه يكون اقل من ستة النقطة السادسة في العلاج ان احنا نديله فيتامين ديل فيتامين دي لو كان عنده نقص في فيتامين ديل لقوا انه بيساعد برضو في الديابيتك نفروباتي رقم سبعة ان انت تنظم الطعام بتاع المريض بتاعك نخليه يقلل شوية البروتينات ياخد من خمسة من عشرة لتمانية من عشرة جرام لكل كيلو بروتين في اليوم يعني عيان لو وزنه مية كيلو مثلا المفروض ياخد تمانين جرام بروتين في اليوم فقط ما يزيدش عن كده كمان العيان بتاعنا يقلل الملح في الطعام كمان ممكن نقوله يقلل البوتاسيوم والفوسفرس في الطعام لو كانت الحالة بتاعته شديدة او سيفير في الحالات المتأخرة النقطة التامنة هي ان انت تتحكم في الريسك فاكتورز اللي كانت عند المريض زي ما قلنا العيان لو وزنه زيادة يقلل وزنه العيان لو بيدخن يوقف تدخين العيان لو عنده هيدرليبيديميا او الدهون زيادة في جسمه كوليسترول ياخد ادوية وينزل مستوى الدهون العيان لو ما بيعملش اي رياضة فلازم يعمل رياضة مناسبة ليه النقطة التاسعة في العلاج هي انك تبعد عن اي نفروتوكسيك دراجز اي ادوية ممكن تسبب مشاكل في الكلا على سبيل المثال نونسترويدا انتي انفراماتوري دراجز او المسكنات قدر المستطاع طبعا او حاجة زي الامينو جليكزويدز الحاجات دي نبعد عنها النقطة العشرة في العلاج هي ان العيان بتاعنا ممكن نحتاج يعمل دياليسيز او يعمل غسيل كلاوي او رينال ترانسبلونتيشن او يزرع كلا طبعا ده في الاندستيج رينال ديزيز لما يكون حصل فشل في وظائف الكلا بشكل كامل زي مثلا واحد الجي اف ار بتاعه بقى من عشرة الخمستاشر وممكن لو الجي اف ار اعلى من كده كمان لكن العيان عنده مشاكل تانية عنده هايبر فوليميا العيان مورم ومش مستجيب للأدوية او عنده هايبر كاليميا جديدة او اي مشاكل تانية تستدعي الدياليسيز او الغسيل والنقطة الحداشرة في العلاج هي طبعا العيان مش هتكتب له الأدوية دي وتقول له روح العيان لازم يتابع معك باستمرار عشان تشوف كمية البروتونوريا بتتطور لاي اتجاه وهل بتضهور او بتتحسن او لا لازم تتابع التحكم في مستويات السكر بتاع العيان ومستويات ضغط الدم بتاعته ومستويات الدهون ووزن العيان وطعامه وحالته لازم تشوف الجي اف ار بتاعه هو بقى استيج كام وتتابع المريض بتاعك وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم